ومن الخرطوم ينضم إلينا محيد دين جبرين مرسل الغد محيد دين أهلا بك معنا أبرز ما خرج عن اجتماع اليوم محيد دين مساء الخير مونة اجتماع اليوم هو تطرق للملفات المطروحة على صعيد الحدود والقضايا المرتبطة بها هذا الاجتماع استمرار لاجتماعات كانت عقدت في مايو الماضي في أدس أبوبا ترأس الجانب السوداني فيها عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء ينتظر أن تعقد جلسة يوم غد تعلن فيها نتائجة نهائية لهذه الاجتماعات المناط بها حل القضايا العالقة على حدود الدولتين ومعظمها يتعلق بوضع النقاط الحدودية في المناطق هناك طبعا نقاط حدودية وفقا لخطوط طول وعرض محددة لم توضع على الأرض منذ العام 1902 وتسببت في مشكلات عديدة تعقدت منذ منتصف تسعينات القرن الماضي هذا الاجتماع منوط به على الأقل وضع آلية لتنفيذ ترسيم الحدود على الأرض وفقا للنقاط أو وفقا الاتفاقيات السابقة بهذا الخصوص محيد دين هذه الاجتماعات التي تسير اليوم لا أي مدى هي قادرة على تخفيف التوثر الحاصل بين الحدود السودانية والإثيوبية؟ هذه الاجتماعات وفقا لخطتها ينبغي أن تتوصل إلى خطة وجدول زمني يتم وضع العلامات الحدودية على الأرض ولكن ما يجري على الأرض الآن يرى كثير من المراقبين أن هذه الاجتماعات ربما تحتاج إلى ما هو أشبه بالمعجزة أن تؤثر إيجابا في التطورات على الأرض خلال متابعاتنا والمعلومات التي تصلنا لا يزال الجيش السوداني حتى اليوم يواصل إعادة انتشاره في جميع الأراضي التي كانت تستولي عليها مجموعات اقتصادية مسلحة إثيوبية خاصة في منطقتين الفشق والفشقة الصغرى الصغرى التي يتصل من هناك عن أن هناك لا تزال عمليات يستولي فيها الجيش السوداني على مواقع وعلى مخيمات للمجموعات المزارعين المسلحين في منطقة الفشقة وهذا مونى ربما أشار إليه اليوم نائب رئيس الوزراء السوداني أمام الوفد السوداني في الخرطوم حيث قال إن لديهم مواطنين إثيوبيين تضرروا بحسب تعبيره باستيلاء القوات السودانية على أراضيهم خلال الأيام الماضية حسب حديثه وحسب تعبيره وقال إن لديهم أفراد فقدوا حتى أرواحهم في هذه العمليات ولكن في المقابل طبعا الحكومة السودانية تقول إن هذه هي أراضي سودانية استولد عليها مجموعات إثيوبية مسلحة ابتداء منذ منتصف القرن الماضي وحتى نحو ستة أشهر حيث بدأت جيش السوداني تدريجيا استعادة هذه الأراضي عموما كثير من المراقبين يعتبرون هذه القضية وهذا الملف موناء يعتبر امتحانا عسيرا أمام إدارة أبي أحمد الآن أبي أحمد في حد ذاته وإدارته المقربة تريد التهدئة ولا تريد أي تصعيد مع الجانب السوداني ولكن على الأرض هناك ضغوط من مجموعات قبلية خاصة في إقليم الأمهار روى أبي أحمد هذه القضية بحسب كثير من المراقبين ربما تكون هناك أصبحت قضية رائعة من الدرجة الأولى شكرا جزيلا لك محي الدين جبريل مراسل غد كنت معنا مباشرة من الخرط